اشتركوا في القناة موعدا لها ووفق ما اوردته وكالة الانباء الغير الرسمية الاسبانية اوروبا بريس فان نواب من حزب بوديموس شاركوا الى جانب بعض النواب الاسبان الاخرين في بعث رسالة موقعة باسماء بصفتهم كاعضاء في البرلمان الاوروبية الى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بشأن قضية الصحراء المغربية وحسب ذات المصدر فان الموقعون على الرسالة طالبوا الرئيس الامريكي المنتخب حديثا جو بايدن بالتراجع عن القرار الامريكي الذي وقع الرئيس المنتهي ولايته دولاند ترامب في دوشنبر الماضية والمتعلق باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من المملكة ووفق اوروبا بريس فان اصحاب الرسالة اكدوا فيها بان لا نية لهم في التدخل في القرارات التي تتخذ والولايات المتحدة الامريكية على المستوى الدولية لكنهم اضطروا للتفاعل مع القضية باعتبار ان هناك طرف تالت متأثر مما حدث وهو ما اثموه الشعب الصحراوي حسب تعبير الرسالة ويوضف اصحاب داتي الرسالة بان القرار الامريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء الذي اقدم عليه دولاند ترامب هو قرار يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة منشيرا الى انه قرار يتعارض ايضا مع الدستور الامريكية الذي يؤكد على حق تقرير المثير مضيفين بان القضية تتعلق بتصفية الاستعمار ونشهد المواقعون الرئيس الامريكي باعتباره معروفا بالتذام بالتعددية بان يتراجع عن القرار السابق الذي وقع دولاند ترامب واعادة القضية الى مجلس الامم المتحدة من اجل الابقاء على الحيادية في القضية مشيرين الى ان اتخاذ قرارات وحدية الجانب بشأن صراع دولية لن يؤدي سوى على خلق التوترات في المنطقة ويوصل عداء حزب بوديموس الاسباني وحزب اليسار الجمهورية الكتالونية الذي يشارك احد نوابه ايضا في التوقيع على هذه الرسالة في خلاجات من المضادة للمصالح المغربية ووحدته الترابية وهو الامر الذي قد يؤثر على سير العلاقات بين المغرب واسبانيا خاصة ان حزب بوديموس يعتبر حزبا مشاركا في الحكومة التي يقودها الحزب العمالية للشراكية بقيادة بيرو سانشيز وكانت تقارير اعلامية اسبانية سابقة تحدثت عن عدم مشاركة اعضاء حزب بوديموس الاسباني في الاجتماع الرافع المستوى بين المغرب واسبانيا الذي كان مرتقبا في السابع عشر دجنبر الماضي وذلك بطلب من رئيس الحكومة بيرو سانشيز بسبب خارجات بوديموس التي تتعرض مع مصالح المغرب ورغم ان وزارة الخارجية الاسبانية اعلنت مرارا ان السياسة الخارجية للبلد تبقى رهينة بالمواقف الرسمية التي تعلن عنها الحكومة الا ان استمرار اعضاء بوديموس في القيام بخارجات مضادة للمواقف التي يتخذ المغرب قد يلقي بدلالي على علاقة البلدين وربما حتى على تنظيم الاشتماع المقبل الذي تم تحديد شهر فبراير موعدا لها دون تحديد التاريخ بالضبط موسيقى بعد قطيعة دامت لثنوات بوريطا يستقبل الثفيل جنوب افريقيا المعينة بالرباطة صبحت اليوم الخميس ابراهيم ادريس السفير المعتمد من طرف جنوب افريقيا بالمملكة المغربية بعد قطيعة طويلة بين البلدين وفادت وزارة الخارجية عبر صفحتي على الفيسبوك عن تقديم السفير المعتمد لجنوب افريقيا بالرباطة اوراق اعتمادي لناصر بوريطا ويعتبر السفير الجديد لجنوب افريقيا اول مسؤول دبلوماسي يعتمد بالرباط بعد اتفاق الدولتين على استئناف العلاقات بعد قطيعة طويلة جراء اعتراف جنوب افريقيا بعثابة البوليثاريو ومثاندتها للطرح الانفصالية وفي درس السياق والمعطيات الاخيرة التي حقق فيها المغرب مكاثب كبيرة في ملف وحدة الترابية دفعت كل من الجزائر وجنوب افريقيا اكبر الداعمين لجبهة الوهم الى عقد الشماعي يوم الثلاثاء من اجل اعادة ترتيب اوراقهما للبحث عن خيرات بديلة للتعامل مستقبلا مع تطورات النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية فكل المؤشرات تحيل اليوم ان المغرب اصبح يكسب الرهان على الارض في ملف الصحراء المغربية محققا فتوحات ديبلوماسية خاصة ان المنتظم الدولي اصبح واعيا اكثر من اي وقت مضى بضرورة ايجاد حل نهائي للنزاع الذي افتعلته ليبيا القذافي والجزائر بوميدينا في عز الحرب الباردة في طار الصراع الذي عرفته السبعينيات القرن الماضية بين معسكر الشرق الذي كانت تقول روسيا ويضم الجزائر وليبيا ومعسكر المغرب الذي كانت تقول امريكا اختار مغرب الحثنة التانية ان يكون محثوبا عليها ويعتبر مراقبون ان من بين خيرات الجزائر وجنوب افريقيا فيما صار التعامل مع التطورات الاخيرة التي شهدتها قضية الصحراء هو تكتيف دعمها لجباة البوليساريو في المحافل الدولية تزامنا مع الجهود التي تقودها الامم المتحدة لاجاد تسوية للنزاع حول الصحراء يذكر ان نزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر وتطالب عصابة البوليساريو وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب الكبيرة ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولية من اجل التوصل الى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم داتي موثعة في اطار السيادة المغربية ويثاهم في تحقيق اندماج اقتصادية وامن اقليمية تأكد ان ملفه السياسي الروماني بيتري رومان مطروح لتشاوره على طاولة الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش ومجلس الامن البت في امكانية تعيينه مبعوثا الى الصحراء المغربية بعد شغور طويل للمنصب منذ استقالة الالمانية هورسكولر لدواع صحية وفي تصريح لموقع ديكي 24 الرومانية لمح بيتري رومان الى احتمالية تعيينه بالقول ان العملية جارية والتشاور متواصلة فيما يخص دراسة ملفه لبعثه الى ملف الصحراء الذي دخل مرحلة من الركود عقب لقائين اثنين في جونيف نجح في عقديم المبوت السابق هورسكولر قبل انسحاب من المهمة سنة 2019 بيتري رومان الذي كان رئيس وزراء رومانيا الاسبق قال في تصريح الصحفية لا يمكنني التعليق عليها لانها عملية تشاور تشمل محادثات مع مجلس الامن ولا يمكنني التعبير عن اي موقف ورفض التعليق على اتهامات وسائل اعلام جزائرية بكونه مؤيدا لمغربية السحراء ولن يلتزم بالحيادة بالقول لا استطيع التعليق لان العملية جارية ويمكن تثير هذا التعليق برغبة بيتري رومان في الثمت حتى لا ينسب له اي موقف مستقبلنا لانه ربما توصل باشاراتنا عن قرب تعينه مبعوثنا للامين العام للامم المتحدة لقد اصبح هذا المنصب غير مرغوب فيه من قبل ابرز الدبلوماسيين في العالم بسبب المواقف المتعنتة لبعض الاطراف وصعوبة الخروج بحل يرد الجميع وامام هذا الوضع كان الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش يستعد لتعين السلوفاكية ميروسلاف لايتشاك قبل ان يتراجع بعد ضغط مغربية بسبب عدم حياديته ويدكر ان بيتري رومان شرك مرتين في منتدى كرونس مونطانا في مدينة الداخلة سنتين 2015 و2018 وكان قد وصف الداخل بالمدينة المعجزة اكد وزيره الداخلية الاسباني ان علاقة بلاده بالمغرب يميزها الولاء وانها استراتيجية ومبنية على تاريخ طويلة وشدد على ان المواقف الاخيرة والتصريحات بشأن مدينتي ثبت وامليليا لن تؤثر في شيء في اشارتنا الى تصريحات ساد الدين العثمانية التي اغضبت اسبانيا وجعلتها تستدعي السفيرة كريمة بن عيش للاستفسارة ولفت الوزير الى القمة الاسبانية المغربية المقررة في فبرايرا بعدما كان مقررا لها في دجنبرا الماضية غير انه تهرب من اسئلة الصحفيين حول الاسباب الحقيقية للتأجيل مشيرا الى ان وزير الخارجية هو المخول لها الحديث عنها واوضح في ندوة صحفية ان العلاقات بين الدولتين استراتيجية ونحن الشركاء موثوق بهم ولدينا ولاء كبير واشار المسؤول الاسباني الى ان هناك عملا يجري لتطوير المخفر الحدودية لمدينة ثبت ومليليا مؤكدا انهما من اولويات الحكومة الاسبانية وهذا يوضح الاستثمار في هاتين المدينتين قبل خمسة عشر سنة لافتا الى ان الحكومة قررت زيادة الموارد البشرية في المعابر الحدودية وكان العثماني اقترح في مقابلة تلفزيونية مناقشة مسألة الثيادة على هاتين المدينتين وقال ان ثبت ومليليا من النقاط التي من الضرورية ان يفتح فيها النقاش الجمود هو سيد الموقف حاليا واضاف ان هذا الملف معلق منذ خمسة الى ستة قرون لكنه سيفتح في يوم ما وعلى الرغم من وصول شهر يناير الى منتصفه ما يعني اقتراب موعد الاشتماع رفع المستوى المنتدرة بين الحكومتين المغربية والاسبانية في الرباطة شهر فبراير المقبل الا ان لا شيء ينبئ بان المغرب يضع هذا الموعد ضمن اولوياته في دل التوترات الاخيرة التي شهدتها علاقاته مع جارة الشمالية هذه الاخيرة التي لم يفرز اجتماع مجلس وزرائها الذي انعقد يوم الاربعاء اي توضيحات جديدة بخصوص القمة ولم يحدد وزير الداخلية الاسبانية الموعد النهائي للاجتماع ولا لتشكيلة الوزراء التي سترافق رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز الى المغرب واكتفى بالحديث عن الاهمية الاستراتيجية للعلاقات الاسبانية المغربية في حين تفادت وزيرة الخارجية ارناتشا جونزاليس لايا الحديث عن وجود ازمة ديبلوماسية بين البلدين في دل التطورات التي تلت اعلان الرئيس الامريكي دولاند ترامب اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء ثم تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانية حول المدينتين المحتلتين ثبت وامليليا